اشتركوا في القناة والدولية السعية لترسيخ الامن والسلم الدوليين ومحاربة الارهاب في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام تحتفي مملكة البحرين ودول العالم باليوم الدولي للسلام في اطار تمسكها بثوابتها الوطنية واعتزازها بالمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في نشر ثقافة السلام وارساء دعائم الحوار والتعايش بين الاديان والثقافات والحضارات والخطط والجهود الحكومية المتواصلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر رؤية البحرين عشرين ثلاثين الرامية الى ارساء دعائم الوحدة الوطنية لتصبح انموذجا يحتذا به في السلام بين مختلف الاديان والمذاهب والثقافات والاعراق ارث ثقافي وتاريخ انساني للتعايش والتعددية بذلت فيها مملكة البحرين جهودا كبيرة لتكريس هذه المبادئ والبناء عليها كثمرة للمسيرة التنموية الشاملة التي ارسى دعائمها جلالة الملك المعظم فلا عجب وقد كان للبحرين تجربة تاريخية فريدة تمتعت بها منذ الاف السنين في التعايش الانساني كلمات من نور ومحبة رسم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نهج مملكة البحرين الثابت في التعايش السلمي والحوار والانفتاح على العالم بجميع اديانه ومذاهبه وطوائفه وثقافاته واعراقه دون تمييز او تعصب وذلك في كلمة سامية وجهها جلالته في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والاربعين بعد المئة التي استضافتها البحرين مارس الماضي من العام الجاري في دعوة عالمية لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها اكد فيها جلالته على ضرورة ان تتضمن الاتفاقية منع اساءة استغلال الحريات والمنصات الاعلامية والرقمية في ازدراء الاديان او التحريض على التعصب والتطرف والارهاب رؤية استشرافية تعمل عليها مملكة البحرين وفق ارادة جماعية مشتركة لدفع جهود السلام حول العالم استطاعت من خلالها عبر الزمن ان تكون الارض الحاضنة للجميع من مشارق الارض ومغاربها للتنعم بالعيش الامن المستقر دون تمييز ونجحت في ان يكون السلام نهجها الراسخ وخيارها الاستراتيجي الثابت الذي ينتصر لمبدأ الاخوة الانسانية ونبذي الخلافات وتبني لغة الحوار والديبلوماسية ونشر ثقافة التعايش والمحبة بشكل حضاري يعبر عن قيمي واصالتي ووعي شعب البحرين اشتركوا في القناة